بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين قال الله العظيم في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس آمنا بالله صدق الله العلي العظيم تجيبنا هذه الآية المباركة على سؤال وهو كيف تتطور المجتمعات وتنمو في سورة البقرة وكذلك أي بهذا المنهج جعلناكم الله سبحانه وتعالى قضى قضى هذا الأمر وأنفذه أيضا وليس خلقناكم فحسن وإنما جعلناكم يعني أن الله سبحانه وتعالى رسم لنا هذه الطريقة وأنفذها وقضاها وأنضاها فهي ليس عبارة عن منهج نظري لا واقع له وإنما هو منهج ساري المفعول منهج عملي قابل للتطبيق أمة وسطا وكذلك جعلناكم أمة وسطا النظر إلى المجموع يعني المجتمع بأكمله هكذا ينبغي أن يكون متعاضدا متعاونا بحيث يصبح كأنه يد واحدة وسطا يسير المجتمع في خط معتدل مستقيم لا يميل إلى التفريط ولا إلى الإفراط لا يقصر في الالتزام بهذا المنهج ولا يغالي فيتجاوز الحد ليش لاحظوا هذا الأمر كيف يكون منهج من المناهج المهمة التي تطور المجتمعات والأمم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لماذا لاحظوا لاحظوا مسألة التطلع للتفوق ومسألة المنافسة العملية يعني المجتمع دائما يتطلع ليكون هو الأفضل ويمارس ذلك عمليا لا أنه مجرد أن يحمل تطلعات ولكن يبقى راكدا ساكنا لا يتحرك التطلع يحتاج إلى نشاط بس في أي زاوية لاحظوا لتكونوا شهداء قبل ما أكمل الآية لتكونوا شهداء يعني شنو يعني لتصبحوا مشهودين عند الناس الناس يروكم وأنتم بهذه الكيفية لاحظوا عادة الناس يعجبوا بمن يعجبوا بالمتفوق يعجبوا بالمنجز يعجبوا بالناجح ليش لأن يكون شاخص واضح ممغمور وهذا معناه أولا أن يكون مشهودا يراء ثانيا يكون بارزا أيضا ولهذا العناصر الناجحة دائما ينبغي أن تكون بارزة ومشهودة وملحوظة لا تكون مخفية لا يراها أحد لأن هذا من جانب خارجي أيضا يحفز الآخرين على النشاط والإنجاز كلما رأوا ناجحين متفوقين زين هذا يخلق حالة من التفاؤل الأمل في المجتمعات أيضا ويحفز كل الطاقات للنمو والصعود للأفضل غير إذا شافه والله كل الناس مغمورين حتى الكفاءات الناجحة مغمورة أو لا يوجد ناجح هذا ما يحفز الإنسان على أن يصبح رقما مهما في الحياة لكن إذا شاف كل اللحول ناس ناجحين يحفزه هذا أولا يخلق عنده تفاؤل وأمل ها ويقول الدنيا فيها خير ونحن قادرون على أن نفعل وأن ننجز وأن ننجح وأن نتفوق ثم يندفع هو نحو التفوق والنجاح وهذا أهمية لحو الآية لتكونوا شهداء على الناس بعض الأحيان اللي بعد تصوروا وهي ثقافة خاطئة أن الناجح لا بد أن يتواضعوا ما يعرفوا الناس بنجاحه هذا خطأ هذا منهج خاطئ لأن الناجح لا بد أن يبرز أمام الناس اللي يرى ناجحا ويرى الناس نجاحه لأن هذا لازم يكون مشهود لتكونوا شهداء يعني الناس يروكم مشهودين ولذلك تصبحوا حجة لذلك تصبحوا حجة عليهم لأنكم مشهودون إذا أنت غير مشهود ما تصبح حجة على الناس فلاحظوا لتكونوا شهداء كيف يعني يعني لشنون تكونوا مشهودين ومعروفين لأن عندكم تفوق دائما تتطلعون لتصبحوا أنتم الأفضل وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على من؟ على الناس يعني على الإنسانية وعلى الإنسانية يعني في زمن حضورك في زمن رحيلك سواء كنت على قيد الحياة أو رحلت من هذا العالم تبقى عنصرا مشهودا معروفا تزرع الإيجابية والتفاؤل والنشاط وحب الإنجاز بين الإنسانية تلاحظوا إلى الآن شقد عدنا إحنا أرقام مضوا من هذا العالم لكن ما زلنا إلى الآن لما نتكلم عليهم أو عنهم نتكلم عن أسماء نفخر بها لما نجيب مثلا الشيخ الأنصاري مثلا يعني نتفخر به اسم من الأسماء اللامع اللي هكذا صنعت وهكذا صنعت وهكذا صنعت مع أنه رحل قبل أكثر من مئات سنة فسواء كان على قيد الحياة أو رحل منها العالم يصير مشهود معروف ومعروف بماذا معروف بنجاحه فلاحظوا واحدة من العناصر المهمة التي تساعد على تطور المجتمعات بحسب العرض القرآني ونموها السعي الدائي يعني التطلع للأفضل يعني أن يتطلع الإنسان ليكون الأفضل يعني المجتمع دائما يكون عنده تطلع طموح أن يصبح هو المجتمع الأفضل على المستوى الإنساني كله وهذا ليس غرورا ولا تكبرا بالعكس هذا تنافس وتنافس حميد اثنين ويكون عنده منافسة عملية فعلا ليصبح كذلك أنه الأفضل على مستوى العالم ويتفاخر أمام العالم أنه نحن الأفضل على المستوى الإنساني هذا زين ليش لتكونوا شهداء على الناس هذا يزرع حب التطلع وحب المنافسة الدائمة في حرك المجتمع دائما نحو الأفضل نحو الأفضل نحو الأفضل إذا الإنسان الفرد أو المجتمع حمل هذه الروح دائما نكون في نشاط وفي إنجاز وفي تألق وصعود نحو الأعلى ونحو الأفضل لاحظوا السنن المهمة التي بصرنا بها القرآن الكريم لننمو كمجتمعات ونصعد نحو الأفضل إن شاء الله نأتي على مزيد كلام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا ولكم دوام التوفيق وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين محمد وعلى أهل بيت الطاقة